في تطور خطير للأحداث الواقعة منذ أيام من احتجاجات وتظاهرات مندد بسوء الأوضاع المعيشية في كافة أرجاء البلاد وتوالت على إثرها الأصوات المهاجمة للبعثة الأممية في ليبيا ورئيستها بالإنابة ستيفاني وليامس نتيجة تقاعس أدائها في إيجاد حل يقضي بفضل أزمة الدائرة في البلاد وتحديداً معادم اعتراضها على مهاجمة المسلحين لمديرية أمن المرج وحرق المقارات الحكومية في مدينة بنغازي الأمر الذي كشف عن إسقاط الحرية التي طالما تغنت بها البعثة ولكنها لا تطبق مع معارضها ورداً على هذا الهجوم عمدت الأمم المتحدة لتكميم أفواه منتقدي أدائها في ليبيا حتى لا يقلبون عليها الرأي العام العالمي خاصةً مع وصول هاشتاغ ستيفاني تدعم الفوضى تريند بموقع تويتر في ليبيا وذلك على خلفية بيان البعثة الأخير الداعم لمتظاهرين اقتحموا المؤسسات الحكومية بالمنطقة الشرقية اذ طالبت بحضر بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بنشر مواد على غير هواها وتكشف عن ضعف أدائها حيث وجهت تعليمات لعاملين لصالحها في أحد أفرع فيسبوك بالشرق الأوسط لحضر الحسابات التي تنشر محتويات منتقدة لأدائها واتباعها سياسة الكيل بمكيالين إذ تبادر بإدانة أي شيء في المنطقة الشرقية وتترك الميليشيات تعيث فساداً في الغرب بكل أرياحية وحرية إلى جانب ذلك تواجه البعثة الأممية اتهامات عديدة بقيامها بالاعتماد على تقارير صادرة عن قنوات إعلامية تابعة لتنظيم الأخوان في إصدار بياناتها كما تعتمد على المخاطبات التي تصلها من قيادات الإخوان الساعية لتأجي جنار الفتنة وتوسيع المجال لأنفسهم وهو ما يعد مؤشراً خطيراً على توجه البعثة وانحيازها الفاضح والصارخ للإخوان فيما لا تحتمل توجيه انتقادات لها